الجهاز العصبي Nervous System أمي، هل انتهيت من تحضير الحساء؟ لا يا فاطمة آه مر أصابك يا أمي؟ لقد لمست الإناء الساخن دون قصد يمكنك وضع الماء البارد على يدك لتهديئة الألم حسناً يا فاطمة أخبرتني فاطمة أنك لمست الإناء ساخناً فهل زال الألم يا أمي؟ نعم يا سالم، الحمد لله ولكن لماذا كنت تتنفسين أكثر من المعتاد؟ كان ذلك نتيجة عمل جهازنا العصبي وكيف يعمل جهازنا العصبي؟ يؤدي جهازنا العصبي عمله من خلال الاستجابة للمؤثرات والاتزان الداخلي وكيف تتم الاستجابة للمؤثرات؟ تتم الاستجابة للمؤثرات عن طريق مساعدة الجسم على الاستجابة للمنبهات الخارجية مساعدة الجسم على الاستجابة للمنبهات الداخلية وما الفرق بين المنبهات الخارجية والداخلية؟ المنبهات الخارجية هي متغيرات تقع في البيئة المحيطة بنا مثل الأصوات والأضواء والروائح ودرجة الحرارة إذن ما تعرضت له يا أمي عندما قمت بسحبيتك بسرعة كان استجابة لمؤثر خارجي بالطبع يا فاطمة حسناً وما هو المنبه الداخلي؟ المنبهات الداخلية تكون داخل جسم الإنسان مثل الهرمونات وكيف يتحقق الاتزان الداخلي؟ تعمل الأجهزة المشاركة في عملية التنظيم على حفظ الاتزان الداخلي من خلال ثبات العوامل الداخلية في الجسم رغم المتغيرات المحيطة وهل من أمثلة للعوامل الداخلية؟ من العوامل الداخلية تنظيم معدل التنفس تنظيم معدل نبضات القلب تنظيم عملية الهضم تنظيم المحتوى المائي بالجسم وما أجهزة التنظيم بالجسم؟ تقع عمليات التنظيم بالجسم على عاتق الجهازين العصبي والهرموني ومما يتكون الجهاز العصبي؟ يتكون من وحدات وظيفية أساسية هي العصبون والذي يسمى الخلية العصبية ومما يتركب العصبون؟ يتركب العصبون من ثلاثة تراكيب هي واحد جسم الخلية وبه نواة الخلية اثنان الشجيرات العصبية وهي متفرعة من جسم الخلية ثلاثة المحور الأسطواني ويكون امتدادا أطول من الشجيرات العصبية وكيف يعمل العصبون؟ يعتمد عمل العصبون على نقل السيالات العصبية في اتجاه واحد من جسم الخلية إلى تفرعات المحور الأسطواني وكيف يتواصل العصبون مع العصبونات المجاورة له؟ يتم ذلك من خلال ما يعرف بالشق التشابكي وما هو الشق التشابكي؟ هو المسافة القصيرة التي تفصل بين كل عصبونين وما وظيفته؟ عندما يصل السيال العصبي لنهاية المحور الأسطواني يقوم بإفراز مادة كيميائية تنتقل على طول الشق التشابكي وتنبه الشجيرات العصبية للخلية المجاورة فيتولد فيها سيال عصبي سبحان الله الذي جهز أجسامنا بالجهاز العصبي لندرك ما حولنا والآن هيا بنا لنكمل إعداد الطعام يمكننا تلخيص ما تعلمناه اليوم فيما يلي يعمل الجهاز العصبي من خلال الاستجابة للمؤثرات وتتم عن طريق مساعدة الجسم على الاستجابة للمنبهات الخارجية والداخلية الاتزان الداخلي من خلال المحافظة على ثبات العوامل الداخلية في الجسم ويتركب الجهاز العصبي من العصبون الذي يتكون من ثلاثة تراكيب هي جسم الخلية وبه نواة الخلية الشجيرات العصبية المحور الاستواني ترجمة نانسي قنقر